عداد القتل على الطرق يتسارع ونصف الرجال والمال يتواصل فكل يوم تقريبا تنضم عائلة مكلومة إلى جبهة الذين فقدوا أعزائهم في حوادث السيرة معظمها تقع بفعل تهور سالكي الطرق للشاحنات حصة في الحوادث ويشك سائقها من ارتفاع كلف الإطارات والفرامل وعدم وجود مهارب أمان على امتداد الطريق الرابط بين عمانا والبحر الميت أكثر من أربعين عاما على إنشاء الطريق الواصل من ناعور إلى الأغوار والبحر الميت مرورا بالعدسية والبالغ طوله عشرون كيلومترا وهو طريق أغلب الشاحنات لأخفض بقعة على سطح الأرض فيما يطالب سائق الشاحنات بتصميم مخارج أمان على جنبات الطريق باتجاه الأغوار مؤكدين أهمية الالتزام بأوزان حمولة الشاحنات بالنسبة للمهارب لازم يكون له ثلاث أربع مهارب من أول العدسية من أول نعور لآخر العدسية لازم يكون له أربع مهارب الشارع بده صيانة كل فترة فترة ما فيه له صيانة الشوارع لازم يتخططن ما فيه تخطيط على الشوارع فيه صار حمولات زيادة على الطريق يعني السيارة بطلع لها خمسة وعشرين تلاتين بحمل أربعين بحمل خمسة وثلاتين في منه لأنه فيش أبان عن نازل الأبان بس على الطالع وفيه منها هذا بالنسبة للشوارع برضو يعني بدها شوية صيانة لا بد من شوية صيانة وفي هذا الشارع توجد محطة توزين واحدة وهي باتجاه العودة إلى العدسية وناعور نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية الصادر بمقتدى قانون السير الأردنية يكلف وزارة الأشغال العامة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى متابعة التقيد بالأوزان وصيانة الطريق وتؤكد الوزارة نيتها إنشاء محطة لقياس أوزان الشاحنات المحملة داخل منطقة جسر الملك حسين بالإضافة لإيجاد حل لاستحداث مخارج للطريق باتجاه الأغوار الصعب تركيب قبان تابت بمنطقة نزول العدسية وذلك بسبب عدم وجود منطقة مستوية ومساحة واسعة لتمكين سائق الشاحنة من الوقوف بشكل آمن وتمكين الموظفين من القيام بعملهم بشكل صحيح علما بأن هناك قبانات متحركة تابعة لوحدة الحمولات المحورية المنطقة جغرافيتها جدا صعبة المنطقة قاعدة بتربط ارتفاع بحدود الـ 1200 تنزل لمستوى تحت سطح البحار ضمن مسافة ما بتتجاوزها 20 كيلومتر فهي جغرافيا المنطقة بتشكل عائق كبير طبعا لوجود مثلا مثل هاي المهارب بالإضافة إلى أنه المسر بالنازل إحنا عنا على يمين الطريق وإنت نازل طبعا هاي المنطقة كلها أودية وأودية صحيقة رح يكون فيها دراسة هندسية ممكن يكون فيها جدران ممكن يكون فيها عادة إنشاء خلينا نقول من أسفل الوادي إلى فوق بأي منطقة ممكن تخرج من ممكن تكون صارحة لتنفيذ هذه المهارب على مستوى المملكة يوجد خمس محطات توزين ثابتة على المراكز الحدودية وأربع محطات توزين داخل المملكة ومركزان اثنان لمراقبة الأوزان في الحرة السورية ومصفغة البترول بالزرقاء صيانة البنية التحتية والتأكد من سلامة المركبات والالتزام بأوزان الأحمال أمر يقلل من الحوادث والأثر الناجم عنها رامي العيسى رؤية ما كان أصحاب الشاحنات ليتعايشوا مع ارتفاع أسعار الوقود حتى جاءتهم التزامات الصيانة المرتفعة للإطارات والكوابح وتوابعها والتي تعد أدوات رئيسية للسلامة العامة في الشاحنات ليذهبوا إلى أسليب أقل كلفة لكنها خطيرة إلى التفاصيل تدفع التكاليف المرتفعة لتجديد الإطارات أصحاب الشاحنات وسائقها إلى اللجوء لشراء المستعملة منها طلب زاد لأنه ما في قدر للشراء الجديد بصراحة يعني اليوم الجديد أقل شيء بالثلاثمين دينار سعره ففيه ما فيه يعني الإطار كله هاجم على المستعمل أو تيجع المستعمل بيقول لك سلكني مشيني هسا فيه خطورة ما فيه خطورة هو بيقول لك ديجيبها النقلي يعني اللي توفي معي هم بفرزوا يعني بيبقى الإطار ماسح بفرزوا مقابل إيش مقابل مخالفات مش مقابل جودة ولا مقابل أحمال يعني بيقول لك أنا لما باجي بفرز كوشوك بفرزوا لأني راح أتخالف على الطريق مرتين ثلاثة ونورد كوشوك ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المحروقات أسباب جعلت جيوب السائقين تنوء بصيانة شاحناتهم ما يدفعهم لشراء الإطارات المستعملة والكوابح ذات الجودة المتدنية السيارة الحملتها قانونيا 30 طون بحملوها 50 طون و60 طون هذا كله خطورة على السائق وخطورة على السيارة وخطورة على المواطن وبريك ما بنركب بريك لأنه قاعد بنركب بريك من النوعيات المتدنية لأنه ما فيه ناتج يغطي السيارة بنطالب أنه يكون تخفيض يعني يأخذ جمرك إشي بسيط يعني مشان نقدر نغير كوشوك باستمرار يعني لما أنا مثلا نكون الكوشوك جوز الكوشوك حقه 700 دينار مثلا ما بقدر أغير كوشوك جديد بدأت طرر أروح أجيب كوشوك باستعمل يرى خبراء في الميكانيك أن استخدام الكوابح متدنية الجودة والإطارات المستعملة مغامرة خطيرة على الطرقات أنا كميكانيكي تحليلي إلها أنا بعتبرها غير صالحة للاستهلاك المفروض هي تكون السيارة مجهزة يعني فيها جهاز ريتاردة فيها حمسة مي فريم موتور اللي هو طفايات الروس البريك هل يجب أن يكون 100% على أساس أنه هو ينزل بأمان لكن لما يكون بريكات وما عنده هاي التجهيزات بيضطر أنه يعني هي نوع من أنواع المغامرة قطعة اللي موجودة بالسوق موجود نوعين من القطعة في قطعة شركة أصلية جينيان بارتس وفيه السبير بارتس العادي يعني هو صاحب المركبة مخير بأنه يركب قطعة أصلية أو قطعة تجارية هذا بيرجع له لأنه حسب ثمن القطعة فيه ناس ما بقدر يشتري من الشركة كقطعة أصلية بتوجه إلى أنه يشتري قطعة تجارية بالتالي هي بتأدي الغرض مش ما بتأدي الغرض بس إحنا المشكلة لما تكون قطعة فيها مشكلة مثلا فضلت أنت مثلا لبلاطة البريك خلالي نتحدث بلاطة البريك إذا كانت مثلا مشاعرة اليوم فيه مشكلة هلأ إحنا بنخرطها مثلا عندنا بتشتغل بس بنظل نقول فيه خطورة يتراوح سير هذا الإطار في بلد منشاه بين 200 و300 دينار بحسب جودته وسماكته بينما يقدر التجارة بأن العبع الضريبي الذي يتحمله السائق يقدر بحوالي 26% ما بين رسوم جمركية وضريبة مبيعات فيما تتصاعد المطالب أكثر من أي وقت مضى بضرورة تقفيض هذه الرسوم يوسف أبو رمان رؤية والآن ينضم إلينا في الستوديو ممثل قطاع الإطارات في النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطاع الغيار ولازمها السيد رعد هارون مساء الخير سيد رعد أهلا نصحنا بك في استوديو أخبار رؤية شكرا بداية أهمية ومدى أهمية الإطارات في موضوع السلام المرورية سيد العزيز أولا شكرا لطلحكم هذا الموضوع الإطارات طبعا هي تكاد تكون أهم جزء في المركبات سواء كانت المركبات الصغيرة أو حتى الشاحنات وفي العديد من الأمور يجب أن ننتبه إليها ونتأكد منها للحفاظ على سلامة المركبة خلال استخدام الإطارات وتتعدد الأمور من ضمنها مواصفات الإطار التي تكون موجودة ومكتوبة على جانب الإطار ومحددة فيما يخص إطارات الشاحنات لأننا نتحدث خصيصا عن الشاحنات إطارات الشاحنات حقيقة هناك مراقبة ليست يعني ليست كافية وكافية بنفس الوقت عندما نتحدث عن مراقبة كافية هي من حيث المواصفات التي تحدثها مؤسسة المواصفة المقاييس جميل يعني بداية الرقابة على عملية الاستيراد نعم وإدخال نعم هذه العجلات والكوشوك بمواصفات أردنية محددة خلينا خلينا هذه جزئية مهمة أننا نوضحها هي ليست ليست مواصفات أردنية ولكن هي مواصفات معفنية وقياسية تطبقها مؤسسة المواصفات المقييس تستند إلى المواصفات الأوروبية والمواصفات الأمريكية في مجمل الأحوال يجب عند استيراد أي إطار يدخل إلى الأردن يجب أن يحضر إحدى هذه الشهادات أو كليهما حتى يستطيع إدخال الإطارات إلى الأردن سؤال سيد رعد المواصفات المطبقة في أوروبا وفي أمريكا تنطبق على البيئة الأردنية وطبيعة الشوال حقيقة حقيقة يعني إذا بدنا نحكي بهذا الموضوع في بعض الأحيان لا ولكن أنت هنا يعني أنت تريد أن تطبق مواصفة قريبة إلى حد ما من جديد بدأت الأردن بالاسترشاد بالمواصفة الخليجية وهي موجودة أمامي اللي هي المواصفة 2114 على 2022 في عام 2022 بدأت الأردن الاستناد إلى بعض المواصفات الخليجية اللي هي تتلائم تتلائم نوعا ما مع ظروف المناخ والتطريز يعني نحن بحاجة إلى مواصفة أردنية خاصة تخص الأردن من ناحية يعني الأجواء في الأردن وطبيعة الطرق يعني بلا شك طبعا هذا شيء أكيد وهذا شيء ثلطان نكون سعيدين ومبسوطين جدا إذا كان موجود ولكن حقيقة المشكلة ليست فقط في المواصفات سيد العزيز المشكلة أيضا في المراقبة في المراقبة بعد تركيب الإطار أنا أكاد أجزم بأن المواصفات الإطارات التي تدخل الأردن وهنا هاي نقطة مهمة تطبق ولو الحد الأدنى من المواصفة أنت يعني كما تعرف هناك يعني خلينا نحكي بالامتحان فيه اللي بجيب 50% هو ناجح والبجيب 100% ناجح ولكن متفوق الأردن تطبق هذه المواصفات من يطبق الحد الأدنى إلى هذه المواصفة يستطيع أن يدخل الإطار ولكن هناك إطارات لديها مواصفات أعلى وهذه المواصفات مهم جدا أن نركز على بعض المواصفات الأساسية للشاحنات خصيصا ولكن نستطيع صراحة أن ننصح إخواننا سائقين الشاحنات أن تسترشد بها حضرتك ذكرت موضوع 50% يطابق المواصفات و100% أيضا يطابق المواصفات كيف نميز بينهم في السوق 100% من ناحية سعر شوف بلا شك السعر معيار ولكن ليس المعيار الأساسي والنهائي لأن بلد المنشأ أحيانا تفرض تفرض سعر منخفض أو سعر عالي خليني أحكي لك في بعض المواصفات الأساسية التي موجودة عندي إحنا لما نحكي عن المواصفات في عدة أمور يجب أن ننتبه لها يجب أن نحكي أول شيء عن الحمول القصوى للإطارات هذه مهمة جدا 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 حتى يستطيع سائق الشاحن يميز أنا هذا الإطار يتناسب لي أو لا يتناسب لي هناك أيضا عدد الراقات اللي هي المكون الأساسي للإطار يعني الطبقات الطبقات هي طبقات يتكون منها الإطار هذه من الأمور يجب أن ينتبه لها الإطارات أنا بقدر أعطيك شغلات يعني نستطيع أن نساعد فيها إخواننا سائقي الشاحنات أن يسترشدوا بها موضوع الحمول القصوى مكتوب على الإطار طبعا لازم مكتوب على الإطار موضوع الطبقات المكونة أيضا بكون مكتوبة أيضا طبعا أكيد وتختلف من من نوع إلى نوع لمركبة شاحن تختلف طبعا أكيد هلأ طبعا أول إيجي تختلف من نوع إلى نوع هناك أنواع متوسطة الجودة هناك أنواع عالية الجودة بغض النظر عن بلد المنشأ وأنا هنا يعني أركز بغض النظر عن بلد المنشأ المهم الجودة هناك في مواء يعني في عندك خلينا نحكي عن الحمولة أو رمز الحمولة بيكون موجود على جانب الإطار يستطيع أي سائق شاحن الدخول إلى الإنترنت والبحث عن رمز الحمول وبناء عليه يستطيع أن يقول هل هذا الإطار مناسب لي أو غير مناسب لي هل مناسب للحمول التي أنا أستخدمها أو غير مناسب لهذه الحمول يعني إحنا أنا بنصح سائقي الشاحنات في عنا قياسين هم القياسات اللي أكثر استخداما بالأردن من حيث للشاحنات سواء كانت شاحنات الحمولة أو شاحنات الحاويات خلينا نحكي هو إطارة 315-82-2.5 وأيضا إطارة 315-85-62-2.5 هدولة الإطارات الأكثر استهلاكا خلينا نحكي والأكثر مبيعا داخل المملكة الفرق بينهم هلأ هو كل واحد فيهم لمركبة يعني جميل آه كل واحد فيهم لمركبة ولكن هو قياسات هلأ من حيث القياسات هاي أنا بنصح إخواننا سائقي الشاحنات أنه ما يكون رمز الحمولي يقن عن 4000 كيلو إغرام للإطار الواحد جميل هذا الإطار 315-82-2.5 وأيضا في قد النظر عن هي السيارة مخصصة لنقل حاويات أو نقل محاويات ما هو أصلا هذا الإطار أصلا هو محدد لمركبات معينة فهم صاحبين المركبات هاي بعرفوا هاي المواصلة هذا القياس جميل القياس الثاني أنصح اللي هو 335-65 أنصح أيضا يعني إخواننا سائقي الشاحنات أن لا يكون الحمولة أقل من 5000 كيلوغرام فيه كمان أمور ثانية صراحة يجب أن نركز وأنا هاي من خلالكم بدي أوجه نقطتين النقطة الأولى في معيار أو إنديكيتر إحنا بنحكي فيه أنه عندما يصل الإطار إلى عمق الفرز هذا نعم يجب ومن الخطر حقيقة الاستمرار بالمسير عليه هذا المعيار هو 3.2 مليمتر جميل إذا وصل الإطار إلى 3.2 مليمتر يجب أن يتم تغيير الإطار هل يفحص عند ترخيص المركبة؟ حقيقة أنا من يعني شوف أنا يجب أن أنوه على هاي المعلومة أنه من اللي أنا بشوفه من خلال يعني الحوادث اللي عمالها بتصير أعتقد أنه هناك عدم تدقيق كافي لهاي النقطة والفحص يجب أن لا يكون فقط عند الترخيص أيضا في دورات خارجية بالتأكيد لأنه أو للعلم في الآن المعلومة في الآن أجهزة صغيرة تستطيع فحص عمق فرزة الإطار وأيضا تعطيك مؤشر يكون له ألوان محددة بيقول لك أنه هذا الإطار تستطيع المشي عليه هذا الإطار لا تستطيع ويجب تغييره النقطة النقطة الأخيرة واللي هي مهمة اللي هي إعادة تفريز الإطارات بيكون الإطار نزل عن 3.2 أو وصل إلى حد لا يجوز استخدامه للأسف هناك يلجأ بعض جميل رح نيجي لهاي النقطة ننقشها بالتفصيل لكن حجم الضرائب المفروضة على أسعار الإطارات النقطة مهمة جدا سيد العزيز كانت الضرائب المفروضة قبل بالعام 2020 كانت 20% بعدها قامت دائرة الجمارك الأردنية بتخفيضها إلى 5% وهاي حقيقة النسبة كانت جدا يعني اليوم الضرائب المفروضة على الإطارات الجمرك أنا عمالي بحكي بالجمرك الجمرك الآن الجمارك مقسم إلى أكثر من شيء في عندك اللي هي 5% جمارك تفرض على الإطارات اللي هي لا يوجد اتفاقيات تجارة حرة مع بلدانها يعني الدول التي يوجد اتفاقيات تجارة حرة لا تفرض عليها 5% اللي هي الجمارك هناك الخمسة بالمئة اللي هي الخدمات التي تفرض على متن البيان اللي هي فقط على سعر الحاوية نفسها أو سعر الإطارات الموجود داخل الحاوية جميل فيه بعد ذلك اللي هي ضريبة المبيعات صراحة في الفترة اللي تم تخفيض فيها الجمارك في هذا الوقت لم تساعد بنسبة كتير كبيرة يعني صار انخفاض الاسعار على الإطارات الشحن خصصاً ما بين 8 إلى 10 مليون لم يتعدى ذلك ليش؟ لأنه نفس الإطارات من المنشأ ارتفعت ارتفاع هستيري وأيضاً أسعار الشحن في هذا الوقت ارتفعت ارتفاع هستيري جداً جميل هذا ما يفسر ذهاب بعض سائقي مركبات الشحن إلى إعادة تجديد الإطار أو إعادة تفريز لا مش التلبيس شوف التلبيس حتى داخل الأردن يخضع إلى مواصفات شديدة عشان تكون بالصورة يمكن أنا رأيي الشخصي كرعد أنا مش مع اللجوء إلى الإطارات الملبسة ولكن في مواصفات أيضاً تطبق عليها وواضحة وموجودة عند مؤسس المواصفات المقيس كيف تطبق هذه المواصفات؟ تطبق هذه المراكز عليها رقاض؟ نعم عليها رقاض أكيد بلا شك ولكن المشكلة وين؟ احنا للعلم هلأ بالأردن حسب آخر معلومات موجودة إلي أنه أصلاً أغلب مصانع التلبيس أنه بالأردن مغلقة لا تعمل المشكلة مش بإعادة التلبيس المشكلة بإعادة التفريز اللي هي إعادة عمل فرز للإطار هاي بتتم بصراحة بطريقة خاطئة وهي أصلاً ممنوعة دولياً لأنه هاي الشغلة أنت الإطار بوصل تحت الاندكس أو تحت الحد المسموح باستخدام الإطار نعم مؤشر السلامة مؤشر السلامة اللي هو 3.2 يعاد تفريز الإطار مين اللي بعمل هاي العملية؟ محلات فردية بصراحة نعم محلات فردية وأعتقد مرة في من المرات أنتوا عملتوا تقرير عن هذا الموضوع وأثرتوا هذا الموضوع وتم اتخاذ إجراءات ولكن باعتقاد الإجراءات ليست كافية يعني إذا المجال جديد يجب أن يتم تركيز الضوء عليه ورقابة الكبيرة عن هذا الموضوع هذا ببين بالفحص طبعاً ببين آه بلا شك بتكون واضحة جداً لأنه أصلاً المعيار اللي خلال قياس عمق الفرزة ببين بشكل واضح جميل بشكل سريع هل أنت مع استخدام إطارات خاصة لفصل الصيف أو إطارات خاصة لفصل الشتاء شوف سيدي العزيز الآن أصلاً التكنولوجيا تطورت وصار فيه إطارات اسمها اللي هي أول سيزن أو لكل الفصل وصارت تستخدم أصلاً في عديد من الدول إحنا لسنا مثل دول أوروبا لدينا درجات حرارة منخفضة جداً أو مثل دول الخريج لدينا درجات حرارة منخفضة جداً إطارات موجودة في الأردن هي أول سيزن ممتازة جداً ولا في المرحلة الحالية ندعي إلى تلك يبدأ أشكر وجودك مع الأستاذ العدهار ومشاركت على الإطارات في النقاب العمل وكلاء السيارات وقطع الغيار ولازمها شكراً جزيلاً شكراً يعطيك العافية